اهلا بكم مرة تانية في الفيديو ده هنتعلم ازاي نستفيد من قائمة الخيارات المتاحة اثناء انشاء رسالة على Outlook Web App كأحد خدمات Microsoft Office 365 بعد ما جهست الرسالة بهذا الشكل ممكن اضغط على الخيارات المتاحة هنا واقدر ان انا اسايف الرسالة دي وارجع اعمل عليها editing في اي وقت لاحق اقدر ان انا اشو ال Blind Carbon Copy او اقدر ان انا اخبيها اقدر كمان ان انا احدد اهمية الرسالة اذا كانت High في عالية الاهمية او Normal تقليدية اقدر كمان ان انا احدد المسج option من ناحية السنستيفتي تمام فممكن اختار Confidential Message فتبقى رسالة عالية الاهمية او رسالة سرية واختار كمان Request Delivery Reset او Read Reset وزي ما احنا شايفين ظهرت هنا message بتقول this message has been marked as confidential كإنها رسالة سرية دائم Still رسالة سرية شباب موس قiat الحكوم